ميستر فريرا نهار ده كان موجود في استاد القاهرة الدولي وكالعادة بيبتدي التدريب بيعني محاضرة بيعطيها للعيبة الزمالك قبل المران وده هدخل في فكرة ان انا متفائل جدا متفائل جدا ممكن تكون عندك مجموعة من اللعيبة المميزة جدا اللي بتلعب بالفطرة بتلعب بالمهار اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله اي لعب لكن مهم جدا ان يكون فيه مدير فني هو اللي بيحرك اللعيبة دي وهو اللي بيحط الخطة وهو اللي اللعيبة بتخاف ما تنفس عشان لو منافزتش مش هتلعب انا متفائل جدا بميستر فريرا والله كل يوم بتزيد قناعاتي وتفاقلي بهذا الرجل يعني ان شاء الله باذن الله انا متوقع الناتزة مالك يكون في افضل حال وشايف كمان ما بيجي اتناقش مع كل عيب بشوف لهم في الصور وبعض الفيديوهات اللي بتجيلي يعني ان العيب مثلا بيبقى واقف كده للمدرب بتحس ان فيه كده ايه احترام ولقيمة هذا المدرب يعني بتحس كده ان يعني لا قلقان منه وخايف منه وفي نفس الوقت بيحترم وعارف ان هو مدرب كبير وهو بيتعامل مع ده يعني انا دستا شايف له فيديو بتكلم بقول لهم يا جماعة الالتزام بيبقى جوه هنا وبعد كده القصة مش كلام الكلام بيبقى جوه الملعب هنا الملعب هو اللي يقول انت كويس ولا مش كويس جوه الملعب وبالتالي بإذن الله زمالك يروح للأفضل بإذن واحد أحد ترجمة نانسي قنقر